مرحبا أهلا بكم طلابنا الأعزاء طلاب جامعة المشرق ورحبكم في أكاديمية القنم الطبية وياكم الدكتورة آيا أكرم في جامعة قداد بكالوريوس طب وجراحة فم الأسنان وحاليا طيبة أسنان في وزارة الصحة أنا رح أخذكم مادة المدكال ترمينولوجي أو الترمينولوجي بصورة عامة يعني أنه رح نأخذ المدكال والدنتل ترمينولوجي يعني الخاصة بطب الأسنان والخاصة بالطب بصورة عامة حسب منهجكم منهج جامعة المشرق هو رح نشوفه هواية شابه ممكن بين المنهج يعني مال الترمينولوجي بمختلف الجامعات بس كل أستاذ أو كل دكتور رح يكون يعني ينضيها بطريقة خاصة مثلا ممكن على شكل جداول ممكن شرح ممكن مثلا يقدم ويأخر بالمحاضرة يعني للدخون ممكن أصلا إحنا هاي المحاضرة شرحيها جوزة جامعة بغداد نفسها بس يعني بشكل أوسع شرحيها للتراث بشكل ممكن أقل لأنه مثلا الأستاذة مجزئ لهمية على أكثر من المحاضرة بس بالتالي الكل رح يأخذون نفس المحاضرات ورح يأخذون نفس المعلومات ويستفادون نفس الاستفادة اللي أريد منكم أنه أي شيء تشوفون نفسكم أنه مفاهمي أو صعب عليكم وأني موجودة سواء على التليجرام أو الإنستغرام أو تتواصلوني أحد من الفريق إذا لم تروا حساباتي يعني أنه تطلبون من عليهم أنه تتواصلون معي وبالقروب همينة رح يكون موجودين أي سؤال أو استفساراتكم أتمنى أتمنى منكم أنه تجدون مباشرة وأني رح أكون وياكم خطوة بخطوة حتى يعني نصيدر على المادة ونحاول قدر الإمكان ناخد درجة زينة بها أي المادة تر بسيطة وما يحتاج لها أي شيء بس مجرد يحتاج لها أنه تفهمون إحنا ليش دنا أخذ الميديكال ترميناولوجي وأيضا تحفظون هي عبارة عن كلمات كأنه قاموس وأنتم تحفظوه مرور الوقت رح تشوفونا كل يسهل وكأنه حالة حال الإنجليزي اللي أخذناه إحنا على مدار المدرسة يعني كلها رح تتونسون بها لتشوفون أنه هي جداول وعافئس وضجمها لا نتونس ونأخذ الجداول يعني نجزئها ونحفظها سوى نمتحم بها تمام طاولة ثانية عليكم يلا نبدأ المحاضرة أول شي المحاضرة الأولى أو الجزء اللي منطدكم يا الدكتورة أنه رح يكون عبارة عن جداول تمام؟ كل جدول بدايته يعني الحقل الأول من عنده رح يكون هو الجزء اللي هو يعني من جزء من أجزاء الجسم أو عضو من أعضاء الجسم تمام؟ بالانجليزي الحقل الثاني أو العمود الثاني رح يكون المعنى مالته باللاتيني أو الإغريقي بما معناه أنه المصطلح الطبي إلي بس شنو إحنا كن معنى ممكن نلقا بأكثر من مصطلح طبي مثلاً هذا المعنى الأول أو العضو الأول رح نلقا بيه روت واحد اثنين وثلاثة وممكن أربعة تمام؟ بما معناه الجدول هذي عبارة عن شنو؟ أو شي جزء من أجزاء الجسم باللغة الإنجليزية ثانياً الحقل الثاني اللي هو كاتبين علي روت واحد معناها أصل الكلمة نخلي نقول رقم واحد أو المصطلح الأول تمام؟ بالإنجليز ألعب بالأغريق أصل الكلمة الثاني والثالث وإلى آخرين يعني كل كلمة ممكن نلقا لها أكثر من مصطلح طبي وممكن نلقا لها مصطلح طبي واحد فلا تخربطون رح نستعمل إحنا تقريباً كل المصطلحات بس من يجي ناخذ يعني أنه ننحصر بس بالأسنان رح تشوفون هالا المصطلحات أنه مو كلها ناخذها أو يعني مو كلها نتعامل وياها فهساً نبلش بالمعنى الأول اللي هو أبدومين أبدومين اللي هو معناها البطن أوكي الروت الأول إليها هي نفس الكلمة أبدومين بإضافة الأو مثلاً ممكن نضيف الأو أو لا هاي الإضافة ما الأو أو ما نضيفها بعدين رح نشرحها بمخاضرة واحد هسا إحنا نريد نصيغر عليمن نصيغر علي الكلمات فهاي الأو هاي إضافة هتكون جزء من المصطلح تموم بعدين رح نشرحها ونفصلها إنه شوقت ممكن أستعملها وشوقت ما أستعملها يعني شنون حروف العلة اللي بالإنجليزي من نستعمل وياهم أين وآن تذكروها أكيد تذكروها هاي نفس الحالة إنه أكو كلمات رح نستعمل بيها أو كلمات ما نستعملها تمام فهسا أبدومين المصطلح اللاتيني الأول لكلمة البطن اللي هو المصطلح الثاني لابر أوكي أو اللي منطيني مثال عليه شنون لابروسكوبي لابروسكوبي يعني شنون دامج لي منطيني مصطلح اللي هو ناظور البطن سامعين بأكيد زين إنه منطيني مصطلح إنه أنا شوقت أستعمل هذا مثلا استعملته دمجتوية مصطلح ثاني صار عندي الناظور الخاص بالبطن أوكي بالابروسكوبي تمام وسيري اللي هو سيريك سمينا يعني نستعمله تمام زين ناجه على الباكبون الباكبون اللي هو العامود الفقري تمام ليش يسموا باكبون لأنه هو بالجزء الخلفي من جسم الإنسان أو الظهر أوكي باللاتيني هو بيرتبر 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 أوكي إذا أريد أسوي مصطلح بما يتعلق بالعامود الفقري راح أضيت لأيال في بيرتبر معناها الفقري أوكي أو العظم الخاص بالعامود الفقري بيرتبر هذا مثال أوكي يعني الكلمة الأصلية هي بيرتبر جيضة تلها أيال صارت بيرتبر بيرتبر نحن نحن لأسفونديل سفونديل اللي هو المصطلح الثاني الكلمة باكبون اللي هو العامود الفقري سفونديل مثلا نجي الدلده أوسط أنه أنا عندي التهاب بالعامود الفقري شنون راح أقوله راح أقول عنده سفونديلائتس التعبر عن الالتهاب بالمصطلحات الطبية من أشوف نهاية الكلمة معناها هاي العضو بالتهاب تمام؟ وهاي همينة بعدها رح ناخدها بشكل مفصل زين اللي هو همينة بما يتعلق بالعامود الفقري عامود الفقري عامود الفقري هذين من الثلاث مصطلحات خاصة بالعامود الفقري اللي هو بالانجليزي احنا كل مصطلح نحفظه هو شنو بالانجليزي واعرف معناه بالعربي واحفظ كلماتي اللي بالمصطلحات الطبية بس شنو نجزئهم شوية شوية حتى ما ما تصر خربطة عليه تمام؟ زين اليوريناري بلادر اللي هي المثانب اللي هو هاي يعني انه بالانجليزي مثانب العربي بيزيك اللي هي هو الروت الاول اللي هي باللاتيني بيزيكال تمام؟ أو سيست يسموها سيست معناها كيس اوكي؟ اذا اريد اقول التهاب بالمثانب منطيني مثال سيستايتس همينا نفس هالكلمة بس ضفت لها اي تي اي اس ده اوصف حالة مرضية او طبية زين نجو على بلاد فيزل بلاد فيزل يعني اوعية دموية فيزل اوعية بلاد دم تمام؟ باللاتيني اللي هو انجي اوكي؟ من ضفت لها ال او اقدر اضيف الها مركب يعني اسويها فات كلمة مركبة هضيف لها في المصطلح ثاني مثلا انجيو جرام اوكي انجيو جرام تمام؟ اللي هو مثل التخطيط ياخذوا للأوعية الدموية تمام؟ او المصطلح الثاني اللي هو باز باز همينا يرمز بالوعاء سامعين بالباز اللي هي هاي مثل بازة تمام؟ هي هاي وعاء فباز وعاء فمثلا اريد اجي عندي في هاتجملة او اريد اقول عندي تضيق بالأوعية الدموية راح يقولولي بالمصطلحات الطبية يقولولي بازة كونستركشن الكونستركشن معناها تضيق والباز اللي هو وعاء فمعناها الوعاء الدموي صار بي تضيق نتضيق حليناها تمام؟ زين نجيو براست اللي هو الثدي زين باللاتيني مام فمثلا ماموغرام هذا مثال على المام ماست اللي هو ماستيوكتومي ماستيوكتومي معناها استقصال كامل للثدي تمام؟ الاردرام اللي هو طبلة الاذن drum طبل والاذن air فاردرام هو مصطلح مركب والانجليزي معناه طبلة الاذن air drum التمبان اللي هو طبلة الاذن بس باللاتيني تمام؟ تيمبان فمثلا تيمبانك اللي هي عظمة طبلة الاذن تمام؟ أو ميرن تمام؟ ميرنج اللي هو ميرنج يوتون معناها شنو؟ همين شو مثل اللي يمسوين في عملية جراحية شالين بها جزء من طبلة الاذن تمام؟ الاي اللي هي أوكيولر أو أوكيول أوكيول معناها آي اللي هو العين وأكو مصطلح ثاني اللي هو أوفطال أوفطال تمام؟ هزا أضيفكم إياهنا مقاتبي تمام؟ فهاي المصطلح هنة اثنين هاتهم يرمزون المن أو بما معناه يعنون العين بالمصطلحات الطبية الهارت اللي هو كورون أو كورونري كورونري تمام؟ هارت كورون اللي هو القلب أو كاردي هم قلب مثلاً كارديولوجي اللي هو علم مثلاً علم اللي هو القلب أو علم أو دراسة القلب تمام؟ الكدني اللي هي الكلة بالمصطلحات أول مصطلح اللي هو رين نستعمل رين مثلاً أريد أقول رينو فشي متعلق بالكلة رينو أو نفر المصطلح الثاني نفر أوكي اللي هو همينة من أشوفه معناها أنا داحتي عن الكلة فمثلاً أريد أجي أقول أقول تهاب بالكلة شرح أقول نفرايتس هنضفت لها ITIS تمام؟ اللانج اللي هو بالمون بالمون معناها لانج أوكي اللي هو الرأي بالعربي وبالإنجليزي بالمصطلحات الطبية أو يقولون بالمون زين إذا أريد أجي أقول بالمون تمام؟ بالمون 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 معناها الكلة عفو الرأي زين النيمون البي هاي سايلنس مثل لفق أوكي نيمون هم نائلها علاقة بالرأي فمثلاً نيمون كتومي معناها شنو؟ شانين الرأي نعم 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 استقصال جراحي للرأي نيمون كتومي زين والبال من يقولي شنو معنى البال اللي هي شنو المصطلح الطبي الثالث المتعلق بالرأي تمام؟ فالما أورتك هاي شنو هذا فد اتصال أو خلي نقول فد مصطلح يطلقوا على الأبهر الرئوي تمام؟ أكو شريان الأبهر الرئوي فاومو أورتك فد تشوفون شنو دا يدمجون كلمة ويا الكلمة الثانية تمام؟ يعني كل مصطلح مو هي شي هم معتباطي إنهم خليلي أكثر من معنى تمام؟ مثلاً كل مصطلح بالانجليزي حنشوفه بالأغريقة أو الناتيني مثلاً إلى ثلاث معاني هو مو اعتباطي لا هو كل محنى يستعملوه بمواقع معين تمام؟ زين نأتي على الماوس آي إحنا ملعبنا الماوس اللي هو الثم شوفوا جيداً صغير المصطلح ما أنت or or تمام؟ or اللي هو or معناها شنو؟ الفم إذا أريد أضيف al l شو راح أقول oral بما معناه متعلق بالفم مثلاً أحطيكم أنا مثال ما مكتوب oral cavity اللي هو التجويف الفمي cavity تجويف و oral فمي بما معناه متعلق بالفم تمام؟ stomat اللي هو هميني إلى علاقة بالفم فمثلاً stomat اللي هو stomatitis اللي هو التهاب بالفم تمام؟ المصل اللي هو العضلات muscular أوكي؟ فمثلاً أي شيء متعلق بالعضلات؟ muscular نقول عليه عضلي muscular مثلاً muscular system اللي هو الجهاز العضلي تمام؟ الماي معناها myoma اللي هو هذا شنو مثل الورم موجود بالعضلات زين تعرفون مايا جيسك اللي هو المرخمة العضلات اللي مرات ينطينا الأطباء حتى يرخي عضلات نخضوص الناس اللي صار عندها تشنج عضلي زين فهو مننا همينا الجزء الأول منا مصطلح طبي مايا تمام؟ المصطلح الثالث اللي هو myos أو myositis أوكي؟ يعني التهاب العضلات نوز اللي هو الان المصطلح الطبي اللي هو نيز من أريد أقول فشي متعلق بالان نيزل تمام؟ هذا مثال عليه أو رين رين نيز اللي هو التهاب الان تمام؟ مثلاً نتامعين بالرينوبلاستي رينوبلاستي اللي هو الجزء الأول منها هذا والبلاستي العملية الجراحية التجميلية هكي تمامين أو قارين رينوبلاستي ورينوبلاستي بموانه هي هسه هواية موجودة اللي هو تجميل الان أوكي؟ فرينوبلاستي جزء الأول منها هذا والبلاستي اللي هو العمليات التجميلية أوباري اللي هو المبيض أوباري بس مغير الآي صار ثلاثينية إذا أريد أجي أقول أوبيرين اللي هو المبايض تمام جمع يعني والأوفور اللي هو المصطلح الثاني أوبورت اكتومي تمام اللي هو استقصال جراحي كامل للمبيض تمام السكن اللي هو الجلد مثال عليها كوتينيس بما معناه جلدي يعني بما يتعلق بالجلد تمام الدرمات اللي هو درماتايتس مثال عليها التهاب الجلد درمات همينا مصطلح ثاني المن للسكن اللي هو الجلد أو البشرة فدرماتايتس التهاب الجلد أو درم همينا نقول عليها درم اللي هو العلاقة بالجلد درمال تمام مثال عليها أو الإبيثيال اللي هو إبيثيليال إبيثيليال همينا هاد أصلا نسيج النسيج الظهاري يسموه epithelial تمام فهو همينه واحد من المصطلحات الطبية المتعلقة بالجلد يوترس اللي هو الرحم يوتر أو يوترن يعني اللي هو مثال عليه تمام بالأغريقة الهيستر همينه معناها الرحم اللي هو هيستيريكتومي همينه استئصال جراحي كامل للرحم المتري اللي هو همينه الرحم الاندومتريوم اللي هي بطانة الرحم تمام الباجنة اللي هو المهبل وباجن أو باجنال والكولب الكولبوسكوبي اللي هو همينه الناظر زين البين اللي هو معناها الوريد اوكي ايشي بين وريد نانا بها اي بس نشيل الاي صارت مصطلح طبي لاتيني ذين اوكي فينس اللي هو وريد واحد تمام فليب هم يقولون على الوريد يقولون فليب كمثلا فليبايتس فليبايتس معناها التهاب بالأوردة تمام تستيز اللي هو أوركي اللي هو بما معناها خصف تمام او بيها ثلاث مصطلحات يا أما أورك بدون الاي او أوركي بيها اي دي او أوركي بيها اي يعني هي أورك المصطلح الكامل يا أما بي اي دي شوف يا أما بي اي تمام حسب الكلمة المضافة فمثلا أوركيتومي هما نستعصال جراحي كامل او أوركيدو بلاستي اللي هو اجراء تجميلي او أوركيو بيكسي تمام البلد اللي هو الدم إلى مصطلحين الهيم والهيمات الهيم سامعين بالهيموغلوبين اللي هو دائما نجزوكم تحالي نسوي هيموغلوبين شوف مخزون الهيموغلوبين زين والهيمات هيمات رجية زين فهمينا لها علاقة بالبلد اللي هو الدم تمام هاي مصطلحين اوكي هيم والهيمات زين نجي الكولون نفسه يا أما كول كولوستومي همينا معنا مسوي لها تشي جراحي او الكولون الكولونسكوبي اللي هو الناظر اللي يسوي لقالونه هو الزام عندي زين بتويتري قلانز اللي هي لغدة نخامية فبتويتري نفسها اوكي فمثلا واحدة من المصطلحات اللي احنا نشوفها اللي هي هايبو بتويتريزم اوكي هاي مصطلح مركب جايني من ثلث مصطلحات او ثلث تركيبات من دمجة سوى اللي هو هايبو مزين اللي هي معناها انخفاض بتويتر اللي هو الغدة النخامية والايزم اللي هو يعبر لي عن حالة معين هاي اضافة تعبر عن حالة معين تمام فمثلا هاي شنو اكون خفاض بالهرمونات اللي تفرزها الغدة النخامية هايبو بتويتريزم وهاي بعدين نشرحها بالتفصيل الممل اوكي او المصطلح الثاني اللي هي الهايبوفيز او هايبوفيز يسموها تمام زين هس نجي على اكوكة كلمات همين امطينا اياها مثلا الكرنت ترم اللي هو سل موجود الارتري مثلا الارتري بالمصطلحات الطبية ارتري اوكي ضفنانها اي اي ازين لاتن او الگريك الكاردي اللي هو القلب هارت الارجن مالتها كاردي يعني بالاصل هي كاردي بالكي بس احنا شنو حاطيلها سي اوكي نبدليها حاط يعني هس حاليا نستعمل احنا بالسي ما نستعمله بالكي اوكي السيل هس هو المصطلح اللي نستعمله سيل خليه باللاتيني الارجن الاصل مالتها شنو سيل تمام لقامنت هس احنا اللي دا نستعمله اللي معناها اربطه اللاتيني مالتها الاصلي هي لقامنتم لقامنتم لتشوفون نهايتها يو ام تمام زين حس نيجي اكو مصطلحات رح نشوف بيها مثلا كلمة اصل وحدة يعني انه بما معناه جزء من اجزاء الجسم او جزء معين واحد تمام مثلا الهيم وغلوبين الهيم هي بس هي هاي كلمة تعبر عن مثلا جزء من اجزاء الجسم او في الجهاز معين او اداة معينة والباقي غلوبين هاي اضافة اوكي فمثلا هاي عبارة عن يسموها وان روش معناها اصل واحد كلمة اصل واحدة تمام التوروت مثلا الكترو كارديو جرام اللي هي مستعملين بيها الكترو معناها فتشي الكهربائي يعني انه فتشي كهربائي تمام جهاز كهربائي راح استعمله فالكارديو اللي هو القلب وياها لقرام هاي لقرام اضافة تمام اضافة تجي بنهاية الكلمة معناها تصوير مزين الكترو كارديو جرام اللي هو ECG هذا التخطيط القلبي تمام فهذا عبارة عن يسموها توروت ليش لانه الكترو هو عبارة عن جهات والكاردي عضو بدوني اعتبرهم كل وحدة كلمة واحدة تمام ودمجتهم آني وحطيت وياهم اضافة صار عندي صارت عندي كلمة مركبة جاية من كلمتين اصل اوكي واضافة تمام يعني كنتوا ايايا شنو لما اتمن انه قاني دا عرف هاي عبارة عن وان روت او توروت لانه حتسألني الدكتورة عليها تقولي مثلا هاي الهيمو غلوبين بيها كلمة اصل وحدة لو اثنين اقول لها لا والله وحدة ليش لانه بس اصل اللي هي هاي وهاي تمام زين مثلا عندي كلمات جايثني من ثلاثة كلمات اصل اللي هي مثلا اوت رين لارينجي اولوجي اوكي هاي اذا اجي اريد ادمجهم مش رح اقول اوتو رينو لارينجي اولوجي اللي هو الاذن والانف والحنجر يعني دراتة الاذن والانف الحنجرة احنا ما اخذين من الاحياء انو الوجي معناها دراس تمام شوفو الاوت تعبر عن الاذن الرين تعبر عن الانف اوي وال Learn اللارينج اللي هي تعبر عن الحنجرة اوي ο��자 معناها شنو ear اذن اوكي والرين اللي هي و النوز واللارينج اللي هي الحنجرة ديماجتهم كلهم سويت علم أو دراسة الأدن والأنف والحنجرة أوتو رينو لارينجيولوجي أوكي هي طويلة شوي تمام هاي شبيه بيها ثلاث أجزاء من الجسم وضفت لهم كلمة أولوجي اللي هي العلم أو الدراسة تمام فمعناها من أجل إذا فصلها رح ألقى بيها ثلاث كلمات أساسية نعتبرها تمام اللي هي الأصل الأدن والأنف والحنجرة الفور روت مثلا إيسوفيج غاستر جودن جنجن أوستومي هتقولون دكتورة ها شنو ها تعويذة شنو لا حبايد متعويذة هاد الإيسوفيجو اللي هو المريء إيسوفيجو غاستر اللي هي المعدة جودن اللي هي جزء من الأمعاء الدقيقة والججن همين جزء من الأمعاء تمام فهو إيسوفيجو غاسترو جودن أو غاسترو جيدونو جيجونوم أوستومي أوكي يعني هاي نسوي لها استئصال لهاي الأعضاء كله تمام هاي مجرد إنه آن يضفتها للمتاظرة حتى أشوفكم إنه الكلمات الأصل هي عبارة عن شنو أوكي مثلا جهاز ليشوف الأنسجة تمام أو أنسجة معينة أو مثلا الكبت هيباتا هو عظم أو مثلا العظم أوكي أو مثلا الكلة الجمجمة قد نسيج معين مثل النسيج الدهني أوكي فهاي عبارة عن شي سموها يسموها جذور ليش يسموها جذور لأنه هي الكلمات الأساسية والأصلية بالجمل تمام فهذولي الكلمات مو شرط أنه يكون عضو بس ممكن جهاز ممكن مثلا فدأدات تستعملها أوكي هذولي كلهم عبارة عن يسموهم روت أوكي بالميديكال تيرمز أسميهم روت فمن تقول لي أكو روت واحد أنا أجي أشوف الكلمة بيها روت واحد ولي هو هذا مثلا هيباتا اللي هو معناك بتآني شون أعرف هي بيها روت واحد لا لا لو اثنين من أني حفظت المصطلحات الطبية كلها تمام وحفظت الإضافات وأعرف هو منه الأصل ومنه المضاف راح أعرف أفصل الجملة كلها وأقول هذا أصل أو هذا جذر روت أو هاي كلمة أساسية بيها روت واحد وهاي كلمة أساسية ثانية تمام تمام مثلا صارت يعني هاي الكلمة بيها روتين بما معناه بيها كلمتين أصل تمام اجيت بتاه دكتورة هاي بيها كلمتين أصل هاي بيها two roots زين اجيت بواحد بيها شنو بيها أربعة روتات أو أربعة روت فمثلا هاي شرح أجي أقول لها دكتورة هاي بيها four roots رح تجي هي تقول لي شن هارفت أقول هاي هاي عضو من أعضاء الجسم أعتبرها روت هذا عضو ثاني هذا ثالث هذا رابع شون هاي عرفت هاي الأعضاء من خلال أنه أنا حفظت الكلمات ومعانيها باللاتيني وبالانجليزي تمام وبقاتب بالي ومني جيت فصلت في الكلمة فصلتها على أساس علمي صحيح تمام وهنا متفقين خلصت المحاضرة مال اثنين أتمنى تكونوا مستفاديتوا وما دوقتكم بالكلمات وراح تشوفوها صعبة بالبداية بس بمرور الوقت رح نتعود عليها وتصير عندنا شنو أسهل من شربة المي تمام أه أشكر آني استماعكم وانتباهكم وإن شاء الله نرقاكم بالمحاضرة الثانية أي سؤال أو استفسار فهاي حساباتي على التليجرام والإنستقرار آني راح أكون كل سعيدة بمساعدتكم وأتمنى لكم الموفقية والنجاح ترجمة نانسي قنقر